السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني ان شاء الله كل عام انتوا بألف خير ورمضان مبارك ان شاء الله علينا وعليكم بإذن الله رجعت لكم بعد فترة طويلة من الغياب بفيديو كتير مهم اللي هو فيه اشخاص عم يستعملوا موضوع النصب والاحتيال هاي طريقة جديدة شو هي الطريقة الطريقة انه مثلا لنفترض انا عندي منتاج او عندي اي شي بدي بيعه مثلا حاطه على الايباي ولا حاطه على الفيسبوك ولا حاطه على اي موقع من مواقع التواصل تمام ففي شخص انا ما راح احط اسمه للشخص وما راح احط الفوت بقصص معلومات شخصية مشان ما يصير فيه وجع راس بالنسبة لي والاصاص هي كله اعتى تمام بس انا راح احكي طريقة النصب اللي عم يفوتوا فيها تمام مثلا انا عندي منتاج على الفيسبوك حاطه مثلا وفات لعندي واحد كتب لي انه بالالماني طبعا كتب بالالماني بس انا بشك انه يكون الماني ممكن الشخص ما بعرف شو جنسيته بس انا بظن انه ما له الماني يعني تمام فبعت لي عالمنتاج اللي انا حاطه بعت لي وكتب لي انه اذا في مجال تحاكيني عال خاص يعني بعت له رسالة عالمسنجر تمام فانا بعت له عن المسنجر انه مرحبا قال لي اهلين وكزا قال لي قديش حقه هذا المنتج اللي انت حاطه قالت له مثلا كزا وقال لي اوكي بدني منه فقالت له اوكي شو شو تبعت لي عنوانك وكزا مشان انا ابعت لك المنتج لعندك فقال لي لا قال لي انا انا زي بدي ااخد المنتج هاد من عندك في طريقة انا بدي ااخد فيها المنتج وبتفعلك المنتج هيك بتقول له كيف شو هي الطريقة قال لي في شركة اسمها دي بي دي هاي شركة معروفة بالمانيا شركة اسمها دي بي دي هاي الشركة شركة تشحن تاخدها معروفة يعني تمام بس الطريقة اللي هو حكاها انا بصراحة ما بعرفها شو قال لي قال لي انا رح ابعت لك امشلاغ اللي هو مثلا انه مصنف تمام وبحط لك بقلبه المصاري حق المنتج تبعك تمام قال لي بيجيب لك يا موظف الشركة اللي عندك على البيت بتفتح انت الظرف بتاخد المصاري وبتعطيه المنتج انا اللي قلت لك عليه بدي اشتريه منك هذا تبع الفيسبوك اللي انت حاطه تمام انا بصراحة يعني مثل انه مثل انه مثل عنه شلون مثلا عنه بسوريا مثلا الواحد بدي بعد كان شغلي مثلا كان يبعثها مثلا نفترض من سوريا لحلب مثلا تمام يبعثها للبضاعة انه ضد الدفاع تمام فكان يبعث انه ضد الدفاع يروح مثلا الزلم اللي بدي ياخدها يفوت مثلا يدفع المصاري وياخد باعته تمام يعني تقريبا بهاي الفكرة فانا بصراحة هاي الفكرة جديدة علي انا تقول له هاي الفكرة ما بعرفها وانت اللي عم تحكيي هاد انا ما بعرفه تمام فانا بعتزر منك انا اذا بدك انت تاخد المنتج انا هاد اللي حاطه تعطيني عنوانك ببعتلك يا على عنوانك وبتبعتلي المصاري يا على الحساب يا على البيبال تمام فهو لا قال لي انه ما تخاف هاي شركة انا صار لي سنينة بشتغل محا وبتعامل محا وبهاي الطريقة وما في محاكيي هاد يعني كزا فانا فدت شفت الشركة على الانترنت طلعت انه مظبوط الشركة في عندها شحن وفي عندها كزا وها الاصاصي كلها تمام بس قصة الامشلاك يعني ما 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 وضحوا الفكرة فيها يعني شو ترتيبة المهم فهو شو سوا قال لي ما تاكلهم خلص بعتلي بس اسمك وعنوانك ورقم موبايلك وايميلك وانا ببعتلك المصنف على عنوانك وبيجي الموظف تبع الشركة بيعمل هاي القصة معك تمام انا قلت لحالي انه خلص رح يبعتلي هو المصنف لما حكا تمام ومتل ما حكينا انه باخد مصاري بيعطيه المنتج اللي بديه للموظف اللي ايجان عندي وهي الشركة بترجع بترجع له البقاء المنتج اللي عنده تمام يعني هو فات فيني بباب انه باب انه شلون انه هو بديه حافز على المنتج اللي بديه ياخده تبعه بس قبل ما يدفع مصاري لازم انه يأمن بحدا يجيب له المنتج ما يكون فيه نصب واحتيال بس هو طلع اكبر نصاب يعني عرفتو فالفكرة هاي نديروا بالكم منه اي حدا بيفوت لعندكم بيقلكم انا بدي اتعامل بهي الطريقة هاي طريقة نصب شو ساوا بعدا منه هو انا قلت له اوكي هاي عنواني وهاي رقم وهاي ايميلي قال لي اوكي بعتلي ايميل تمام بعتلي ايميل عامل ايميل وهمي هو باسم شركة تي بي دي تمام بعتلي ايميل وهذا الايميل اللي بعتلي انا رح ورجيكم هلا صورة عنه رح اطلكن صورة كيفي الطريقة اللي بعتها بعتلي وحاطط لي ارقام حاطة 310 يورو وانا لازم ادفع 100 يورو وهين 100 يورو بدي يدفحها هو رح احط ليها بالمغلف وبس وصلي عندي المغلف باخد الميت يورو وبرجع بحط له 200 يورو يعني عم يفوت بفوتة نفكر العالم اغبياء يعني نفكر العالم يعني انه اغبياء ما عنده تفكير يعني ما عنده عائل تمام وهذا الايميل اللي بعته هلا بورجيكم كيف حاطط لي فوق سهم اخضر وحاطط لي عنواني واموري وكاتب بالايميل هذا اللي بعته انه عساس من شركة دي بي دي تمام كاتب لي انه من فضلك نحنا تلقينا طلبك وفوت عميل تأكيد لعنوانك مشان نحنا نبعت لك ونتواصل معك انا وصلت للمرحلة لهون انه اجا عم يقول لي انه حط رابط وعمل مثلا في عندك دفع هيك وانت بتحط 100 يورو انا برجع بعطيك اياها وانا وعب شو انا هون شكيت قلت له لا قلت له انا ازا هيك القصة انا ما لي مصلحة تمام انا ما لي مصلحة ازا انت عم تقول هيك انا ما لي مصلحة انا ما قلتلك انه انت تحط بياناتي بشركة وتعمل طلب باسمي وانا وافق لك عليه انا قلتلك انه انت تبعدتي المغلف وانا اوكي مع الموظف بتعامل بس انت هالطريقة اللي عم تعملها هي نصطرية تنصبه احتياط عم فورا وانا شافني عم حاكي هيك قال لي انت هلأ ازا ما دفعت هاي الميتيورو اللي انا عمل لك بدك تتفحها قال لي انت بتتحاكم وانا بحولك للقضاء والقضاء بحاكمك قلت له عميلي اللي بدك ياه وساوي اللي بريحك انت اللي بتشوفه وبناسبك ساوي انا لانه معي الحق ليش لانه استخدم بياناتي بشركة انا ما سمحت له يستخدمها وتاني شي عم يهددني هذا تهديد واستبزاز تمام فقلت له ساوي اللي بدك ياه فبيروح شو بيساوي ببعتلي من نفس الايميل تبعه اللي هو عام الايميل وهمي للشركة ببعتلي ناس محبوسين والله يا العظيم ضحكني وقلت لي بعتلي ياها يعني عن جد يعني عدت هيك شي ربع ساعة ومبضحك انه على الموقف في الطريقة اللي عم يساوية الغبية فبعتلي صور انه شرطة قال موقفين عالم بالشارع وحاطينه على الحيط وبعتلي صور شرطة بالسجن عالم بالسجن وكاتب لي بالتحية اخر شي عبارة انه تحزير اذا انت ما دفعها 200 يورو رحنا رح نجي لعندك على البيت باي سانية ناخدك من بيتك ونحبسك نحطك بالسجن 15 سنة وندفعك غرامي 95000 يورو يعني هو عامل موقع نظامي باسم الشركة هاي اللي عملكم عليها دي بي دي تمام فعمل موقع بهذا الاسم هاي الشركة وعم يشتغل على مبدأه تمام انا ما بعرف صراحة كيف الشركة يعني تارك الموضوع تمام انا قدمت شكوى للشركة وعرضت عليهم الموضوع فممكن هني بقى يتابعوا الموضوع مع هذا الشخص فانتبهوا من هاي القصاص ومن هاي الحركات لانه صاير بصراحة في كتير كتير نصابين ومحتالين بهالبلاد شوفوا على هالسردة اللي ساردها يعني تمام فانا بعتلي هالايميل هالا قلت له انا يعني قلت له بصراحة انه انت عم تعمل شي يعني غلط وهذا الشي اللي عم تعملوا انت تافع يعني تمام فقال لي انتهم قال لي معك مهلي هلا ازا ما دفعتهم بدي تجي الشرطة اللي عندك باي لحظة على بيتك وكادك من فرشتك يا حبيبي حسسني انه قاعدين احنا وين قاعدين ببلاد المجهول يعني عرفتو انه تفوت الشرطة على بيتك تغتحم بيتك وتاخدك مشان شو مشان والله انت ما دفعت ميت يورو لواحد نصاب ومحتال تمام فانا قلت له رو هعمل اللي بدك ياه وساوي اللي بدك ياه تمام وقلت له انا راح اشتكي عليك قلت له انا اصلا اصلا لاح اروح اشتكي عليك وقدم شكوة فيك ان انت عم تعمل هذا النصب والاهتيال تمام فهو صارت حق فقلت له اوكي روح الله معك راحت القصة وما عتبعت لي ولا عتبعت له ومشيت الامور وما في شي الحمد لله بفضل رب العالمين لانه اكتشفت ان عن جد واحد نصاب ومحتال تمام وعم قل لكم يشكله ما بعرف شكله مو الماني يعني شكله ما بعرف ياه اه ما بدي حدد جنسيات ما بدي حدد جنسيات ما بدي حدد جنسيات شان ما اظلم حدا يعني ما بدي يكون ظالم حدا تمام بس شكله ما له الماني يعني لانه الالماني ما بيعمل هيك قصة عرفت كيف نانا بيعرف انه القصة ما على اللعبة يعني اللي عم يساويه عم يحكي باسم شركة وعم ينصب على العالم فالمهم يا جماعة انا بصراحة يعني مرت بهي القصة هاي انا شخصيا مرت معي فحبيت اني اشرح لكم ياها وقلكن اه شو الترتيب انه ديروا بالكم اذا اي حدا بيقلكم بدي يتواصل معكم بهي الطريقة تبعه انه يبعت لك مغلف او طرد عن طريق شركة الدي بي دي هذا نصب نصاب ديروا بالكم تماما فانا حبيت شارككم هذا الفيديو والله ونبهكم من هذا الموضوع واتمنى ان شاء الله كون بسط لكم فكرة وفدلكم بهذا الموضوع وبتشكركم اذا عجبكم الموضوع وعجبكم الفيديو والاداء اللي قدينا اه بتمنى انه تشتركوا بالقناة اليومالون واشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك من بعد ازنكم بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته